وإلى الملف الساخن بصفحاته الأمنية والاقتصادية والسياسية أكد المتحدث باسم تلاف النصر سلام الزبيدي عن الهجمات التي تنفذ خارج سياق الحكومة العراقية تمثل أعمالا إرهابية معبرا عن رفضه للقصف المتبادل بين القوات الأمريكية وأطراف عراقية الذي لا يمكن استمح به لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات خطيرة التداعيات من وجهة نظر الزبيدي مرتبطة بالاستقرار الداخلي الأمني والسياسي والعلاقات الداخلية والإقليمية للحكومة العراقية بالتالي لا يمكن السماح لأي جهة أن تزعزع أمن البلاد وتزجها في منزلق خطير أو أن تتبنى موقف الدولة والحكومة العراقية في تحديد السياسات العامة